عودة يا مجيد بكل أستاذ المتابعين والمشاهدين لاستكمال هذا المشوار المساي وثالث الفغرات عن قياب القيم والمورسات السودانية وتأثيرها على سلوك الشباب مع ضيف كريم داخل الستوديو الدكتور محمد رحمة الله مرحبا بيك والله يمنورنا والله مرحبا بيكم أخونا إسماء مرحب بي رقبنا ويتم نمورين الشاشة نتمنى أنه نكدر نحكس بعض الأشياء لأن تلقوا المستمع الكريم وإن شاء الله ربنا يقدرنا أنه نقدر نلوز مع الشباب في هذه الأمسة الجميلة مرحبا بيك أستاذ حسن وتفعيل دور التربية الوطنية وتعزيز الاعتراف بالقيم والموروثات والعرف المتمعي بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى تربية وطنية سليمة كمدخل أول لفخرتنا طبعا دي من أهم الأشياء أخوة نعماء من أهم الأشياء أن نحن ممكن مأصلة في أبنائنا وفي جيلنا وفي التربية هي المحور الوطني لأنه حقيقة هو الملاز اللي يعني بيكون أنت مطمئن فيه بتكون أنت كل أشيائك وكل أهدافك وكل أحلامك هي بتكون في وطنك اللي أنت عشت فيه وقنت فيه لذلك نحن دائما يعني التأصيل دائما يكون هو من مغروز من التربية من البيع الحوالينك من المجتمع ككل من الدولة إذا ما هذه كل هذه الأشياء اللي هو اتفقت في محور واحد وفي أجندة واحدة وفي استراتيجية واحدة أكيد نحن مهما يكون ما هننجح لأنه لو أنت ربيت البيت طلعت للمجتمع لقيت في بعض الظروف الغاسي جدا هيحصل لك انكسار نفسي يعني من ناحية يعني مجرد أنا مثلا لقيت أنا زول مظيف جدا من الداخل فجأة لقيت زي ما قولوا الحاجات اللي كانت بتحصل تيزعة طويلة مثلا في زول نهبني في زول أنا بسق فيه جدا فجأة حصل لك دي كل حاجات نحن هتعمل لنا ديفك داخل أنفسنا وبالتالي بتحصل بعد الخروقات لقيت ما في غانون في الدولة مثلا دي حتحصل لي بعض الظروف المحبطة جدا في أمني في سلامي في اقتصادي في ثقافتي في كل الحاجات اللي أنا بكون عايز اللوزبياء داخل شنو داخل مجتمعي السقير وداخل مجتمعي الكبير طيب دكتور حسن يعني لو جنا نتكلم عن الأسباب اللي تكون قدت لغياب العادات والقيم والمورسات اللي هي جميلة جدا كانت عندنا يعني في السودان وخصوصا إنه الحالي دور الاقتصادي ممكن يكون بلعب دور كبير جدا يعني طبعا الحلولة البديلة ممكن تكون شو طبعا الدور الاقتصادي هو دور مهم جدا في حياة الفرد يعني يمكن يكون هو الآمن لكل استقرار فرد في الحياة الاجتماعية يعني الغياب دايما لهذه الأشياء والأعادات والتغاليد وبدأت بعض الأشياء تتقلص لأنه يا أستاذ عثمان نحن ما بعدين نوسق يعني حاجاتنا الجميلة اللي كانت موجودة في مجتمعنا البيت الكبير الفاتحين النفايات لو طلعت الجمراء الخير يا عشاء يتودينا اللي حنة يعني دو كل حاجات كانت عندنا القيم وكانت عندنا حاجات جميلة جدا يعني أنت يعني بتقول لك أنت فاطمة مين فاطمة مع الدجيران عادي يعني كانت الناس كده يعني ما عندنا الشي الداخل النسعة الداخلية السيئة تجاه مجتمعنا أنا في مسلحك حبوبات من زمان هو عايبني أنا والله بقول لك زمن الزمن زين والشعر مغطل لضنين ياس زمن زين والشعر فعلا مغطل لضنين حقيقة عندي حقيقة يعني المجتمع كان فيه إجباع بتاع الرغبات الداخلية الإجباع الداخلي ده بقول لك شنو بقول لك طاغة بطاعت شنو طاغة بطاعت مجتمع متكامل يعني أنا يعني مشيت الشارع وانا عندي ثقة في نفسي مشيت المجتمع عندي ثقة في نفسي دخلت لدور الحكومة في أي مواصل سانية عندي ثقة في نفسي ده كان مجتمعنا نحن مجتمعنا ده فعلا كان فيه تفاعلات جميلة جدا لكن اللي عايزيني شنو اللي عايزيني إنو وين التوثيق يعني إذا لو لاحظت في كل البحوث الاجتماعية والأشياء ما عندنا يعني ما موجودة يعني إن منطج تطلع قالب بتاع دراسة لحاجة إنت بقاس لحاجة إنت بجدا عايز أن تطلع منا فكرة أو تطلع منا حاجات أصلا كانت موجودة في المجتمع السوداني يعني المجتمع السوداني كان رقم دي ما هسا نحن شفنا الرقم الوطني كان رقم لكل الدول يعني ما قلت لك السودان خلاص سودان خلاص من الثقة من الخلاص من التعامل من التفاني من الأمانة كل هذه الأشياء كانت حقتنا يعني ما حقيقة بل بالعكس إن إحنا درسنا للعالم ده كله كان موجود صحيح فدي حقيقة إن إحنا محتاجين لإنه تاريخنا ده ما اندسر تاريخنا ده لازم إطلع للناس من خلال الدراما من خلال التعليم من خلال الحصصة الوطنية داخل المدارس من خلال التربية الثقافية الموجودة في الأندية من خلال العاب الرياضية أن إحنا بنوسقها داخل شليل وينو أقل الدودو يعني شوف كان عندنا حاجات جميلة كيف كل حاجاتنا كانت يعني لو هسج الحاجات اللي إحنا بنشوفها الآن دي بنشوفها زي الخيال نحن ما عايشنا يعني أنا أديك أديك نسال يعني أنا بتذكر كان عندي زميلي درس معانا كان بيحكي لي بيقول لي يا حسن أنا تربيت في بيت الكلام ضف الأبيض يعني هو قال له بيسمعني يعني نحن دار نجيب الأسماء قال لي نحن تربينا في بيت أنا ما كنت عارف أمي هتفيهم يعني إنه مكان صغير يعني أمه بيمشوا يعني بيمشوا الغيط بيمشوا يجيبوا الزراعة ده طبيعتهم يعني فقال لي أنا بجي اللومة اللي بتجي فيهم أنا برضاي يعني ديل بيقول أخوان أخوان رضاعة تخيلي يعني نحن يعني نحن كن في ياتو ياتو مجتمع أيوة كان في بنية مجتمعية قوية فقال لي أنا أنا من كبرتها ما بقعد أفرز يعني قال لي بجيبه لأمي دي بجيبه لأمي دي يعني عنده أمين بدل أم واحدة أمين يعني أصدنا موزج يا أستاذ حسني لن رجعنا للسودان من قبل عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة كان شكل المجتمع مختلف تماماً في طرابته وفي إحساس الثقة العالي بالآخرين الآن حصل لنا اضطراب مجتمعي تشوهات في بعض القيم في قيم أصبحت غير موجودة الأخلاقيات السودانية فيها كثير من المشاكل والسلوكيات الغير مسؤولة فشنو السبب في تحول المجتمع الذي حصل في السودان طيب نحن يمكن تكون عندنا عدة أسباب من أسعب الأسباب اللي هو بصراحة استقراراً نفسي ما في استقراراً نفسي ما في استقراراً نفسي الحاجة الثانية هي إلى العكسية يعني إنتنا تجي تلقى مجتمع فجأة حصل له تهجير يعني مثلاً أنا من مناطق معينة جيت لبيئة أقصم بيئة ما حقتي التعايش هو يبقى في نوع من الشنو من الرقوط الداخل النفسي إنه أنا عايز أأمن حياتي تأمن الحياة ده طبعاً بأي شغل بلا قدامي بلاقي يعني مثلاً شغلها لها مش هي الناس الآن اكتشايفاها عشان أقضي وقتي واللحظتي الآن عايز أعمل فادي شغال ده ده كله نتيجة لشنون الاضطرابات اللي بتحصل اللي هو السياسات الخاطئة الاضطرابات اللي بتحصل في الدولة الاضطرابات اللي بتحصل في العكاسات ده كلها أثرت في تقيير المجتمع السوداني اللي احنا الآن شايفينه بالصورة المشق المشق لاحظ لو أنا عايز أسس أسره وأنا وضعي يعني صفر اليدين صحيح انه انت كإنسان بتقدر يعني مجرى تحتاسك البسيطة الحياة لكن ايه لازم تكون فيه غفاغات هذه الغفاغات ممكن تؤثر فيه تحتين هذه الأسر الغفاغات إذا كان أنا ما قدرت تواقع يعني أسس بصورة صحيحة ما قدرت يعني حتى لو لاحظنا المثالة البسيطة تقولك ابني عشي قشا قشا يعني حتى الطيور دي بتمنع شاشة لو ما بنتها على شاشة ما بتفرخ ملاحظين الحاجة دي؟ لو ما بنتها على شاشة ما بتفرخ ولو ما لقيتها المكان الآمن لو لاحظت حتى نحنا بنلاحظ حياتنا ما تطرت وما تفرخ ليه؟ لأنه أسسا المكان ما أعمل لأفرخها تلقى طايرة كده بس لغاية ما تقلق المكان كم بيا عدم الأمان يا دكتور يعني بلاحظ دايما إنه في حاجة غرزت في الشباب في الفترة الأخيرة دي إنه الواحد يعني مسلا بيشوف إنه المستوى التعليمي لك شي هذا إنه حي تتخطى في البيت وتقعد لأنه ما كان فيه فرص للشباب في التوظيف فكل واحد كان بيدرس على أساس إنه هي حاجة مجتمعية وكحاجة كده بريستيج ومنها بمشي بدخل السوق بيشتغل يعني بيقى مغيبة تماماً الدراسة اللي ده بتكون دراستها طبعاً يعني إمكان هسا الوضع الراهن طبعاً حقيقةً هو محتاج لوقفة كبيرة من كل المجتمع السوداني إذا كان مجتمع مدني إذا كان مجتمع بتاع يعني حقومة إذا كان كل هذه التضافر الجهود من كل الناس في إنه فعلاً الشباب يعني مهم كتاً إنه نقدر نخلوهم في الحاضر نقدر نخلوهم شكراً 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 الوضع الراهن في إنه هما يديروا هذا البلد يعني نحن بنشوف شبابة الآن في دول تانية بيجونا بيجونا يعني شباب في 25-26 يديروا يعني مؤسسات وشركات أيوة شركات يعني فده معناته لأنه أصلاً الطموح والإبداع الداخلي في الشباب هو طاقته بتكون أكبر صحيح من قيره يعني الخبرات نحن محتاجين لها يعني من غيرنا ممكن يكونوا مستشارين ممكن يكونوا ناس عندهم خبرات كبيرة جداً نستفيد منهم في أراهم لكن الشباب لازم نخده هو أولوية في كل الأوضاع أن إحنا شايفين على الأرض حتى إنه نقدر شنو نقدر يعني السودان يقدر يعني شنو يستطر حقيقي لأنه أنت كل ما الشباب بعدت الشباب الشباب هو شنو هو روح روح البلد يعني حقيقة حسن نحن نفقد شباب ونتأثر جداً في أنه فقدنا فلازاتك ببادنا وأكيد أي إنسان بيفقد شبابه وأكيد ما حين في شركته صحيح من خلال بعض النقاط اللي أنت ذكرتها أستاذ حسن في حديثك وتحليلك للواقع السوداني وبعض الظروف اللي أدت لي وصول المجتمع السوداني لما وصل ليه مؤخراً هو الوضع الاقتصادي أنا بأمن نفسي اقتصادياً إذا توفرت لي بعض الفرص الممكن أنا من خلال أكون إنسان فاسد أو أن أنا أحتفظ بقيامي الحقيقية واخلاقيات العالية لأنت ربيت عليها فالوضع الاقتصادي إذا كان قوي أو كان فيه بعض المشاكل ده ممكن يأثر على سلوكياتنا بمعنى إن كل ما زاد وضع الدولة قوة كل ما زادت احتفاظنا إحنا بقيامنا واخلاقياتنا وده كمان بينسحب كتحليل برضو على الفرص اللي مفروض تمنح للشباب في الشركات وفي المؤسسات وفي كل قطاعات العمل فالوضع الاقتصادي بشكل عام هو له التأثير الأكبر في انهدام القيم وضياع الشباب طبعاً أكيد يعني أنا يعني 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 يقول لك أين المال يعني حقيقةً فالوضع الاقتصادي له أثر كبير جداً صحيح في بنية الفرد يعني حقيقةً يعني أنا ما دار أقول للشباب إنه الناس ما تشتغل يعني لازم الإنسان بيع قدر المستطاع يحاول يتهد ويجد الفرص لكن الفرص دي بيجده من وين يعني مثلاً مثلاً ليلة دار عمل لي مشروع مثلاً دار عمل لي مشروع في الشمال المدرمان أو الشرق الخرطوم أو شرق النيب مثلاً أكيد أعز لي مغويمات أول حاجة كهرباء فل موية فل خطوط بتاعة شوارق فل لو تريد عمل لي مشروع مسلاً مشروع بتاعة إن شاء الله مزرع تريد نيزانية فل نيزانية فل أيوة حتى لو النيزانية توفرت بعض الأسس أني أنا قلتها ليك دي كهرباء الموية بتاع أنا ممكن أبدأ بها أي حاجة أنا بقع لك شباب يعني وجوني في مشاريع كدير جداً وبدوا مشاريع كويس لكن ما نجحت ليه ما نجحت لأنه تفقدت حاجات أساسية أنا ما ممكن في حاجات أساسية لازم شي نوع أنا خطة عملتها أيوة في النهاية أريد حقك هدف فالخطة دي إذا اتفقد منا شي يعني أنا بنات آآ قوضة أيوة وفي تلاتة جنبات الجنب الرابعة ما بناتها لا بد أن تكتمل كل العناصر كل الأحكان أيوة بتاعت المشروع الأساسي إنه أقدر يوفير صحيح بقول لك يعني هسا إحنا مدهرين نذكر دول لكن في دول تانية بتيجي تعمل للشباب مشاريع لكن بتكون كل الأساسيات الأولية موجودة متوفرة وبدون منحة بتاعت خمسة ستة سنين على أساس إنه هم ينتجوا ويعملوا حاجاتهم بعد ذلك أنا أجي آآ أخد غرضي وفي نفس الوقت بتكون إيه؟ بتكون أنت المستفيد أيوة لأنه أنا آآ شغلت شبابي وفي نفس الوقت آآ شغلت الشباب وخليتهم من العطالة ووفرت لهم الضروح الملائمة للنجاح وفي نفس الوقت بيكون فيه اقتصاديات وفي نفس الوقت بيكون فيه الأساسي بيقى يعني بقى رخيص لأن أصلا إنت أنت إنت أيوة يعني دكتور حسن لو يعني جينا نتكلم عن إنه توظيف الشباب وعدم إشراكهم فيها الخدمة الوطنية وغيرها من الخدمات يعني ممكن يكون ده تباعد بين جيلين وممكن يكون يعني إنجاز التعبير ده سبب في قياب الموروسات والقيم والعادات الجميلة اللي كان عندنا موجودة والله طبعا ده يعني غياب القيم والعادات دي هما سبب يعني 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 الوطنية هي يعني متجزرة فيه يعني أصلا أي زول فيه يعني مهما حتى لو ناسا مهجر بتحيث بأنه هو وطنه ده أهم شي عنده يعني نحن أسا كشباب وإنتوا كشباب بيشوفوا إن السودان ده ما في دولة زيه ولا حيكون في دولة زيه ده حقيقة يعني ده حاجات متجزرة فينا لكن الأوضاع الموجودة داخل الدولة هي ممكن تعكس هذه الأوضاع يعني مثلا واحد تلقاه من غير من الظاهر وليس من الجوهر المصر بتاعه يقول لك يا أخنا يا أخنا سودان كده يعني مثلا بتسمع العبارة دي لكن هو من دواخله إنه لا لكن من ظاهره آي يعني ده الشي الظاهرة أنا أصلا لقيته عشته وتفعلت معاه وتعاملت معاه هو غلط أنا بتعامل بنفس النتيجة لكن من دواخله لا أنا لو لقيت الفرص يعني هناك في ناس بيحاولوا إركع للسودان وحاولوا إركع للسودان على أساس إنه يجوا يشتخلوا وليقوا الظروف ماما هيقوا يعني رجعوا تاني صحيح نتمنى أن تهيأ كل الظروف وأن تنجلي كل المشكلات والمعوقات ويتوفر طقس ناجح بالنسبة للشباب لأنه دي سن العطاء اللي بدوا فيها البلد وبابنوا فيها البلد ويتبقى دوركم أيضا في تعزيز الثقة بالنفس كباحثين أكيد 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 ودورنا كإعلاميين في إرسال رسائل في إرسال رسائل تطمين وتحفيز لشريحة الشباب شكرا جزيلا أستاذ حسن محمد رحم طرلق باحث اجتماعي شكرا لك في وجودك معنا شكرا لكم في هذه الأمسية وأتمنى من كل الشباب أنه الواحد ما يرقد يعني ويكون عنده الحافظ والدافع أنه الوطن منتظركم وأنتم منتظرين الوطن وكلنا يكون يد وحدة وكلنا يكون متضافرين وتأمين ولامين وزي ما قلت لكم الإنسان يبني حاجاته بتحقيق ذاته أولا وبعدين تحقيق ما عنده أو ما تحقيق غيره في النهاية المنبه والوطن يعني صحيح شكرا جزيلا أستاذ حسن إذن مشاهدينا يرفع الآن نداء لصلاة المغرب وعلى متابعينا خارج ولا تخرطون مراعاة فارق الوقت تقبل الله